السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضركم الجديد حلقة جديدة معكم اسلام فيكري من قناة حوت ويب النهاردة هنشرح ازاي تغير بسورد الواي فاي في راوتر تي اي داتا طبعا حضركم عارفين ان تي اي داتا نزلت اكتر من راوتر على اكتر من مرحلة فاحنا هنتكلم عن فيرجانين واحد قديم واحد جديد الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ازاي تغير بسورد الراوتر نفسه وكان في الفيديو ده تحديدا اللي عاوز يشوفه تاني وقلنا اكتر من معلومة تانية في الفيديو ده الفيديو ده بقى ان شاء الله هنتكلم ازاي تغير بسورد الواي فاي في الراوتر ده هنبتدي بالراوتر الجديد طبعا هندخل بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها برضو بنفس الارقام 192.168.1.1 وده الشكل الافتراضي لدخول للراوتر ده وهسيب لك الارقام برضو في الدسكريبشن بتاع الفيديو هتلاقي الارقام في الوصف كهذا المعتاد وهسيب لك برضو رابط لمقال بيشرح لك ازاي الطريقة دي بالصور هنسجل لدخول باليوزر نيم والباسورد الافتراضي بتاعنا اللي هم admin admin لو ما كنتش غيرتهم login هنعيد بسرعة اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات قلنا علشان نغير باسورد الراوتر نفسي وندخل على administration وبعدين ندخل على user management وبعدين نحط هنا الباسورد القديمة في المكان ده وبعد كده الباسورد الجديدة ونعيد كتابة الباسورد الجديدة مرة تانية وبعد كده بنعمل submit قلنا برضو لو دخلنا على system management نقدر نعمل restart الراوتر عن بعد من هنا من خلال ان احنا ندوس على reboot طب قلنا لو عاوزنا ان احنا نعمل configuration للراوتر من جديد بنمسح كل ال data اللي على الراوتر من خلال ان احنا بندوس على restore default طيب عاوزيني النهاردة نغير باسورد الواي فاي في الراوتر ده هندخل على network بعدها هندخل على wlan تمام اللي هو اختصار الواي فاي او الوايرلس اين كان طبعا الراوتر الجديد متقسم بشكل افضل هندخل على ssid setting ودي فيها الاسم بتاع الشبكة نفسه فاحنا انا عندنا الشبكة اسمها mister hot web نقدر نغيره ونحط الحروف اللي احنا عاوزينها من واحد لتنين وثلاثين طيب عاوزيني نغير باسورد نفسه بقى هندخل على security يبقى من الاول network wlan security الباس في المكان ده يبقى هنا الباسورد هنغيره المفروض ان هو بيقولك من تمانية لاربعة وستين حرف زي ما حضرك شايف هنا الباسورد mister hot web طيب لو انا عاوز اغيره ممكن اعمل هنا حرف الام بكابسلوك ممكن ازود ارقام ممكن اعمل الباسورد باي شكل ان كان لكن خد بالك ان الباسورد لما بتعمله لازم تكون عارف اذا كنت عملت كابسلوك ما عملتش كابسلوك حطيت ارقام محطيتش ارقام كتبتو بالعربي كتبتو بالانجليش نفس السيستم ده ده الروتر اللي هو version بتاعه اثنين ونص سواء كان الروتر بقى اللوحة بتاعته لونها اخضر او لونها ازرق او لونها pink مدام هذا version هو اللي قدامك يبقى هي دي الطريقة بالزبط اللي هتقدر تعمل بها تغيير الباسورد ده بالنسبة للروتر الجديد طيب لو الروتر عندك قديم لو الروتر عند حضرتك هو version القديم يبقى تشوف اللوحة دي بالزبط قدامك دي لوحة التحكم هندخل لها برضو بنفس الطريقة 192.168.1.1 بعد كده هنبتدي نسجل ال username والباسورد الافتراضي اللي هو admin admin username admin password وبعد كده هندوس login بعد ما تدوس login وتبدأ مباشرة للدخول لللوحة هتختار basic بنفس الاسلوب تقريبا وبعد كده هنختار ال wlan في ال wlan هتبتدي حضرتك تشوف المكان اللي في username وال password طبعا في version الجديد username في مكان وال password في مكان لكن هنا في version القديم كان في ال wlan كل البيانات اللي هو username بتاع الشبكة وال password بتاع الشبكة اللي هو بيزهر بتعرف اسم الشبكة اللي هتتصل عليها بالجهاز بتاعك طبعا دي الاعدادات الافضل للروتر دي الاعدادات الافضل للروتر الاديم علشان في بعض الاجهزة ما بتقبلش اعدادات تانية فانا بختار الاعدادات بالشكل اللي حضرتك شايفه قدامك ده طبعا احنا اتفقنا لل اس اس اي دي هو اسم الشبكة بعد كده بختار نظام السيكوريتي او الحماية بتاع الشبكة بتاعتي وبعد كده بحط ال password اللي المفروض انه انا لما بتصل باختار ال password الشكل اللي حضرتك شفته قدامك ده بعد ما بنتهي بدوس وكده بيتم حفظ الاعدادات على الافضل القديم كمان كده احنا شرحنا تغيير password الشبكة على الاصدار القديم وعلى الاصدار الجديد كمان اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل سبسكرايب للقناة وما تنساش تفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديد الفيديوهات اللي بنرفعها للقناة شكرا لو انت وصلت المطاة دي من كلامي اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله سلام عليكم